نخش لشركة جراب تيك وبرضو نحب نعرف الكونسب بتاعها ايه ويعني ايه حتة طبخ سحبية دي يعني ناس كتير اول ما تسمعش عن الموضوع ده فطبعا حضرتك يريد تحكي لنا كده طيب خلينا الاول نتكلم على السوق شكله عامل ازاي الاول يعني احنا لو نتكلم الاول على سوق الفودان بريبرج او اسواق الطعام او المأكلات والمشروبات الكافيهات واخره كل الاسواق دي دلوقتي سوق قوي جدا مشغال وبدأ يتوسع بشكل كبير جدا سواء في المنطقة او موجود في مصر طيب تعال ديك شوية ارقام كده هو شكله عامل ازاي لما جاي اقولك انه بلد زي المملكة العربية السعودية مثلا اربعة وسبعة بليون دولار في الدليفري بس جزء اللي علاقة بالدليفري عندك الامارات بنتكلم في اتنين وتسعة من عشر بليون دولار مصر النهاردة بنكلم على مية تلاتة وخمسين مليون دولار بس في سوق التوصيل او سوق الطلب عن طريق منصات التوصيل وبالتالي ده يدينا انديكيشن هو اللي بيحصل في السوق سوق ده بيكبر ازاي نتكلم مثلا على المملكة او المملكة العربية السعودية او حتى الامارات المملكة العربية السعودية بيحصل فيها تصارع عشرة في المية سنويا يعني فيها نمو عشرة في المية سنويا في السوق ده بس اللي هو دليفري الطعام اللي هو مبسدش اكتر من تلاتين في المية من حجم الدليفري بتاع الاطعمة في المملكة يعني خليني افرق اهلك كده الدليفري موجود من المطاعم نفسها او من الكافيات والمطاعم بتوصل هي بنفسها وفي منصات التوصيل اللي بتوصل من عن طريق ان انت تدخل على المنصة تنزل الابليكيشن وتبدأ تطلب الوردر بتاعك تلاتين في المية بس من حجم التوصيل ده بيحصل عن طريق المنصات فانه دخال النمو اللي بيحصل تلاتين في المية ده في المملكة ايه النهاردة في مصر الموضوع او يمكن مشاهدين انا شايفين دلوقتي معينا الهتة دي اه منصات التوصيل اللي بقت موجودة والاخر فانصات التوصيل دي تسخعدت الناس انها تطلع بقى افكار جديدة افكار جديدة منها المطابق السحبية انا ليه معملش حاجة تخدم التوصيل بس يعني انا اعمل مطبخ المطبخ دون يبقى موجود فيه كذا براند يقدر ان هو يطبخ فيه ولما يطبخ فيه الاكل يتوصل ديريكلي للكاسمر هم نتكلم مثلا على الوقت المتحدة فيها 45% من عمليات البيع عند المحلات التوصيل فالنهاردة ده رقم كبير جدا